لبنان مجدداً أمام استحقاق مالي خطير قد يضعه على مقصرة اللائحة الرمادية للتصنيف المالي الدولي أي تحت الرقابة الخاصة والتطقيق المالي المشدد فالشهر المقبل يُعقد اجتماع عام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينا فاتف يجري خلاله تقييم وضع لبنان بما يتعلق بالجرائم المالية وتمويل الإرهاب الاجتماع الأخير لمينا فاتف تم في كانون الأول 2023 وقتها أصدرت المجموعة تقريراً مفصلاً من 333 صفحة وضعت فيه النظام المالي لبناني تحت الشبهات وطلبت من دون مواربة حزمة من الالتزامات تبدأ بتشديد الرقابة على القطاع غير المالي والأحكام القضائية بجراء تبييد وغسل الأموال والفساد مرت أربعة أشهر ولا شيء تحقق بعد هذا التقصير تجاه إزاء مسألة المصارف إعادة هيكلتها إعادة إحياء استعادتها لسيولتها لسيولتها الضائعة هذا التقصير هو بأساس هذا التقييم السلبي للبنان من قبل المؤسسات الدولية واقتصاد من دون مصارف هو اقتصاد نقدي وتعريف الاقتصاد النقدي واقتصاد تهريب أموال وهذا بيفسر استقرار سعر صرف الليرة لأن الأموال التي تأتي إلى لبنان هي كلها بالأموال الصعبة باعتراف حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري فإن أكثر من 46% من اقتصاد اليوم هو اقتصاد كاش ما يعزز التهرب المالي خارج النظام الشرعي وفي المعلومات أنه إذا تمكن لبنان من تحييد نفسه عن اللائح الرمادية هذه المرة فلن ينجو المرة المقبلة اقتصاد الكاش هو اقتصاد الشند هو اقتصاد الأموال العائمة نحن بانما ثانية لبنان نعم نعم نحن أكيد صرنا مركز دولي لطبيض أموال تهريب أموال لأموال ناتجة من متاجرات غير شرعية إذا استمر اقتصاد الكاش برأيك لماذا راحين إذا استمر راحين إلى عزلة مالية وهكذا بعد أن كان لبنان رئيسا لمجموعة مينة فاتف عام 2018 بشخص عبد الحفيظ منصور أصبح اليوم تحت الشبهات الإجرامية بالتزامن يحط منصوري في واشنطن الاثنين لمتابعة الاجتماعات الرابعية للبنك الدولي وصندوق النقد فهل ينجح في شراء الوقت لحكومة تصريف الأعمال؟ ترجمة نانسي قنقر